توغل مخيف للسلالة الجديدة في عمق مركز كاركوك حيث أصابت 33 شخصا حتى الآن أدخل المدينة مرحلة الخطر ليس هذا فحسب بل هناك حالات أخرى دخلت مستشفى الشفاء مؤخرا أرسلت مسحاتها إلى بغداد لمعرفة ما إذا كانت ضمن إصابات تلك السلالة عدد الإصابات حاليا كان عدد الإصابة 26 إصابة الآن ثلاثة جايين طبعا حاليا دازين عدد كمية معينة إلى بغداد للفحص ونتظر نتيجة اليوم إن شاء الله التزام سكان المدينة بحظر التجوال لم يستمر طويلا فسرعان ما عاد الكسبة إلى الشارع من أصحاب الأجور اليومية عودة غيرت من خارطة الموقف الوبائي عابرة بذلك خطوط الصد الوقائي أمر دفع أصحاب القرار إلى حملة لتعفير المناطق التي ظهرت فيها الإصابات وإجراء أكبر عدد من المسحات يومين السابقين عدد في كاركوك بدأت بالازدياد ظهور السلالة جديدة بكاركوك قبل يومين وثلاثة أدخل كاركوك إلى المرحلة الخطرة وإلى الدائرة الحمراء ندعو أهل مدينة كاركوك للالتزام بقرارات خرية الأزمة والتعليمات الوقائية الصادرة من دار الصحة كاركوك حفاظا على سلاماتهم فالأيام القادمة ستكون صعبة وشديدة على مدينة كاركوك حظر بلا وعي ووقاية لن يجدي نفعا أمام ارتفاع أعداد الإصابات بالسلالة الجديدة الوضع هنا ينذر بكارثة صحية إذا لم يتدارك المواطن بطورة الموقف الوبائي لقناة الفلوج عبدالله العامري كاركوك اشتركوا في القناة